أكلفت بقرار من الملك فهد باستلام إدارة المستشفى الملك فيصل التخصي ومركز الأبحاث الملك فهد اجتمع بي وبزملائي في الديوان وذكر لي ما يلي أنه ترى هذا المستشفى موصيني عليه الملك فيصل وقال أنه من ذمتي يا فيصل لذمتك يا فهد والآن أيضا أقول لكم من ذمتي لذمتكم فطبعا هذه ما في شك شرف كبير أولا وشيء ثاني أيضا أنه مهمة صعبة جدا ولابد من العمل جديا لتحقيق هذا الهدف النبيل الذي ذكره الملك فيصل وذكره الملك فهد وبدأنا في العمل وكان أمامنا صعوبات كثيرة المستشفى كان مستشفى صغير مئتين وأربع وثلاثين سرير والطلب عليه كثير والتوقعات الناس وبالذات طبقة اجتماعية معينة يطالبون هذا المستشفى بتحقيق أشياء كثيرة في ذلك المستوى وفكرنا كثيرا وكيف نستطيع أن ننهض بهذا المستشفى سواء من ناحية الإدارية أو المالية أو الطبية كان لابد من وضع خطة تطويرية لهذه المؤسسة استجابة لدوافع وطنية وأيضاً للمهمة التي أكلت إلينا فكانت هناك خطوط عريضة لابد من توطين وظائف الأطبة لابد من توطين الوظائف الرئيسية على الأقل في الإدارة كان لابد من تنشيط الدراسات العليا داخل المؤسسة وخارجها كان لابد من أيضاً الجانب تخلص من الشركات الأجنبية لأنها جاءت بهدف واحد هو الربح وكان كل هذا يحتاج إلى جهد وصلابة الموقع وأيضاً لا ننسى أن هذه الأعمال تتتم وإذا تمت وإذا بدأنا فيها ستواجه بكثير من العقبات والنقد وإلى آخر ومع ذلك ما أمامنا إلا أن نتوجه في هذا الانتجاه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر